ضمن الجهود التي يبذلها سموه للاهتمام بكافة ما يتعلق باللغة العربية شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفل إطلاق المجلدات الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية المشروع المعرفي الأكبر للأمة والذي يؤرخ للمرة الأولى تاريخ مفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرنا منذ عصر ما قبل الإسلام إلى عصرنا الحاضر جاء ذلك خلال حفل بهيج ومبارك أقامه صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة خرفكان بحضور عدد من رؤساء مجامع اللغة العربية وكبار علماء اللغة والفقهاء في العالم العربي وألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة بهذه المناسبة قال فيها سموه إن مشروع المعجم التاريخي للغة العربية كان حلماً يراودني منذ زمن بعيد وازداد حرصي على دعمه وإخراجه لما علمت أن المحاولات السابقة جانبها التوفيق لأسباب متعددة فاستخرت الله العلي العظيم أن يعيننا على إنجازه ولازلت أدعو الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا إلى حين إتمامه على أكمل وجه إن شاء الله تعالى ويحقق صاحب السمو حاكم الشارقة بإطلاقه هذا المنجز مهمة تاريخية تعود جذورها إلى قرابة مئة عام ماضية وقدمت في سبيل إتمامها جهود ومحاولات إلا أنها تأجلت وألغيت وجانبها الصواب وكانت من أبرزها تجربة مجمع القاهرة لعام 1936 والتي انطلقت تحت إشراف المستعرب الألماني في شرع عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة أنذاك وتوقفت بعد أن تم إعداد البطاقات الأولى من حرف الهمزة عقب ذلك ألقى عدد من السادة الحضور بضع كلمات لتؤكد على أن هذا اليوم إنه ليوم مجيد من أيام اللغة العربية بقيادة هذا الرجل المبارك صاحب السمو حاكم الشارقة الذي زرع الله في قلبه حب اللغة العربية فرفع شعارها وأعلى منارتها وتكفل بالدفاع عنها والتمكين لها مشيدين بجهود ودعم سموه في كافة المجالات ومؤكدين بأن هذا الرجل هو هدية الله لهذه الأمة ودعين المولى عز وجل أن يطيل في عمره ويبارك له في عمله وجهده وفي ختام الحفل الذي شهد الاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية المفصلية تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتدوين كلمة شكر وعرفان للقائمين على هذا الإنجاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر